أنا هرجع للكاتب الصحفي أستاذ إسلام عفيفي والصحفي بطبيعته راصد والكاتب بطبيعته يحلل يمكن كنت أنا بقول هناك أكاذيب إسرائيلية مستمرة على قد رصدي المتواضع تقريبا حوالي 8 أكاذيب رئيسية اشتغلت عليهم إسرائيل خلال الفترة اللي فاتت من 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة طبعا من أسواقها وأدناها خلقا هي الإدعاء أن مصر هي اللي بتغطي المساعدات مع أنه مصر هي اللي بعت أكتر من 80% من المساعدات بترصد الأكاذيب إزاي إسلام وبتشوف إيه السر وراء أن إسرائيل مستمرة في هذا الإدعاء الكاذب هو ده الأهم أن احنا نطرحه دلوقتي في اللحظة دي فكرة أن استهداف مصر لماذا استهداف مصر؟ أي طفل يجيد قراءة وكتابة أو مشاهدة فيديو على اليوتيوب سيرى دور مصر موثق صوت وصورة بالفيديو بالكلمة بالمؤتمرات الصحفية بالتصراحات الرسمية سواء من السيد الرئيس أو من وزارة الخارجية يعني ليس هناك مجال لجدل أو شك أو تشكيك أو تزييف أو تدليس أو تزوير كل ما شاء لكن خلينا نقول أن هناك لآآت مصرية كانت واضحة منذ بداية العدوان هذه اللآآت كانت بمثابة العقبة لتحقيق أهداف هذا العدوان اللآآت لا الأولى كانت لا لتصفية القضية لا التانية لا للتهجير طوعي أو قصري وزي ما حضرتك أشارت هنا أني ولا من الجنوب للشمال أو من الشمال لا ده خلينا أقول لحضرتك كمان المسشار أحمد فهمي المتحز باسم الرئيسة الجمهورية قال كده التأكيد في آخر في البيان بيان بيان أول من يومين بعد قمة العقبة قال تحديدا كده التجديد على عودة النازحين إلى الشمال إلى بيوتهم إلى منازلهم فإحنا هنا بنتكلم بس على أنهم تهجير خارج لا ولا تهجير في الداخل زي ما حضرتك أشارت لا التالتة لا لحصار القطاع ولا لتجويع أهل غزة وإن ده بيفرض على المجتمع الدولي أنه يضغط على إسرائيل منذ اللحظة الأولى لإدخال مساعدات ومواد إغاسية ومساعدات طبية وغيره من الذي خصص مطار العريش لاستقبال المعونات والمساعدات إذا كنا نغلق المعبر يعني أنا أكلم بالمنطق بالعقل ومستشفيات العريش للمصابين ألف مستشفى في خان يونس مستشفى ميداني مصرية بنتكلم فيه إدخال شاحنات 106 شاحنة كانت موجودة على المعبر رفح تنتظر الدخول مصر مهدت من الجانب الآخر الذي تسيطر عليه سلطات الاحتلال بحكم أنها سلطة احتلال مهدت الطريق لكي تدخل المساعدات المصرية والعربية والأجنبية إذن يعني الكلام هنا كلام كله كلام تدليس تزوير تزييف السبب بقى وده الأهم مصر نجحت في فتح كل الممارسات وكانت عقب كأود في وجه كل الأهداف الاستراتيجية اللي أعلنت عن سلطة الاحتلال على لسان رئيس وزراءها نتنياهو وبالتالي كانت النتيجة المنطقية محاولة تشويه سمعة مصر دوليا أمام محكمة العدل مصر يعني بالتأكيد مصر كانت صوت العقل في هذا في المنطقة ولا نزايد على أحد مصر كانت هي الوسيط الموضوعي الموثوق من كل الأطراف إقليمية وحتى المتحاربين أنفسهم مصر كانت تستمع إلى كل الأطراف وتنقل بأمانة شديدة الرسائل مصر سعت مش بس إلى هدنة مؤقتة أو إلى وقف إطلاق نار لا مصر يعني كانت دائما هناك دبلوماسية استباقية فيما يحدث من أحداث يعني الجميع كانت تحدث عن هدنة مؤقتة كانت مصر تتكلم عن وقف إطلاق النار كانت تحدث عن هدنة أو طويلة العالم يتحدث عن هدنة نحن نتحدث عن وقف شامل ومستقبل غزة والتفاوض على دولة فلسطينية لأنه هو ده الحل الوحيد كل ما فعلته مصر من كشف لممارسات سلطات الاحتلال خلال تقريباً المئة يوم اللي مرت وقامت بنجاح كبير جداً مع شركاءها الإقليميين والدوليين والصوت يعني يكفي يا أستاذ يوسف يعني لما نرى من قبل مظاهرات في لندن ونيويورك وواشنطن ويعني المجتمع الغربي كله الرأي العام الغربي لم يكن يتحدث يعرف أين فلسطين الإعلام الغربي لم يكن يتحدث إلا بسردية إسرائيلية الآن هناك توازن وهناك موضوعية في الطرح وفي الرؤية والكلام الآن عن ضرورة وقف هذا العدوان وهذا الاعتداء عندما تتقدم دولة زي جنوب أفريقيا أمام حكمة العدد الدولية باتهمها بإبادة جماعية وأول ما نتحدث عن إبادة جماعية وأنه عقاب جماعي كانت القاهرة وليس أحد آخر هذه المصطلحات سكتها القاهرة سكتها القيادة السياسية الدبلوماسية الرئاسية بكل مفرداتها وتم طرحها بسردية مصرية عربية تلقفتها وسائل الإعلام وتحدثت بهذا الشكل وتم طرح المسألة بهذه الرؤية المصرية فكان طبيعيا يتم استهداف مصر ومحاول التشوئة